يشارك وزير الخارجية سامح شكري في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد في مدينة بانجول عاصمة جامبيا نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا وانطلقت القمة اليوم وتستمر حتى الغد تحت شعار تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة وأضحت وزارة الخارجية أنه من المقرر أن تتطرق القمة الإسلامية إلى أهم القضايا السياسية ذات الأولوية على أجندة الدول الإسلامية بالأضافة إلى الموضوعات الاقتصادية المتصلة بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومواجهة التغيرات المناخية كما ستناقش القمة أهمية نبذأ خطاب الكراهية والإسلاموفبيا وتعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضرات وثقافات والشعوب